عايز ارجع شوية للورا يعني انت عامل مسيرة محترمة جدا حدا في الدولة اكتبت مرة اسمي كبير في كرة القضام المصرية لوحة منتخب مصر حاسس ان دلوقتي ان انت واخد حقك كامل في الكرة ولا لا انا حسن باولو بامكانياتي دي ما خدتش حقي في الكرة انا والله يعني انا لو خدت حقي كانت زي مني في الدورة الممتاز دلوقتي اه لو خدت حقي والاعلام بيتكلم علي ومساندني زي ما بيساندوا اللعبة كتير انا كان زماني في الدورة الممتاز دلوقتي وبعون الله لو انا في الدورة الممتاز لحد وقتنا هزا انا هلعب وهيبقى ليه تأثير في الملع بس زي ما بتقول كده ايه دلوقتي لو تلعب في الدورة وممتاز تاخد هداف برضو هنفس على هداف الدورة برضو انا شو بنا بقول لك عندي كان عندي حلم ان نلعب كاس عالم وكدت مع المنتخب الاول فماتش غانا وماتش جنوب افريقيا وماتش ودي لأ كدت موجود في التصفات اللي انا ساعدنا فيها كاس عالم روسيا فانا كان تموح نلعب كاس عالم كان امنيت حيات نلعب كاس عالم فالدنيا يعني نقول بعدة شوية تأثير من عندي مع مدربين مع عائلة لعب معايا في الدورة الممتاز فدي منعتني وحرمتني من حلم كبير قوي ان كل لعب يتمنى يوصل له اللي هو كاس العالم صح لان انت عندك جيل المحترم جيل اللي هو فعلا جيل اللي هو فعلا متع الشعب المصر كورا جيل كابتن محمد أبو تريكا كل الجيل اللي الناس المحترمة اللي كانت بيتلعب فيه لما اخدنا التالب بطولاته وربعة صح ده انا كان نفسي الجيل ده يلعب كاس عالم عمل كل حاجة في الكور صح فانت شايف انك مش محظوظ هقول مش محظوظ بس انا اقول ان اتظلمت كتير اتظلمت كتير جدا مين ظلمك كتير مدربين كتير اه زي كتير يعني متخلناش نقول الاسماء بس انا في كل اقولك الانديا اللي انا روحت اقول اتظلمت فيها ماش يعني انا روحت و طلع الجيش اتظلمت فيه ماش المدرب اللي موجود هناك اللي كانوا موماسكين روحت الزمالك انا في بداية في الزمالك قد بداية كويسة جدا قوي طبعا ربنا كرامني واخد بطولة سوبر اول ماتش لها في الدولة ريبنا كربني جايب جون اول ماتش لها في افريقيا جايب جون يعني الحمد لله انا قد تقول لو كنت اسمد لعبة في نادي زمالك انا كنت اأخد هداف الدولة وهو أنا المدرب اللي كان مسيقني كابتن محمد حلمي آه كان نفسياً وكان ما هيئني أن أنا أنا بنزل الملعب بفضل الله الفترة اللي كنت فيها كنت بنزل بأكل النجيل حلو يعني كابتن محمد حلمي ما كانش ظلمك لا ما أنا بكلمك للفترة دي ما أنا حققت فيها آه جيه كابتن محمد حلمي مشي جيه مستر إناسيو آه إناسيو من بعدها بقى آه أول ماتشي لي طلعني برا الأسكور آه وأنا كنت لعب ماتشي الأخير قبل ما إيجي يمسك فالفترة دي بقى بدأت إن أنا عاني بدأت إن أنا نفسياً ما تزبطش آه عمل إيه كان مشاكله معاك مشاكله إن أنا معرفش أنه وجيه أول ماتشي رح مطلعني برا الأسكور ليه بقى؟ فانت أنا اتضيقت آه لإني أنا لأ إنت مثلا إنت مدير مفني جاي جديد على فرقة فأكيد هتلعب بنفس التشكيل اللي هو كان موجود أو لو كان عندك تغيير بعدية وجهة نظرك وأنا مسجل وأبلاها جاي هداف الدوري فأنا جاي حماسي إن أنا جاي نادي الزمالك أنا جاي أنافس على هداف الدوري وأخد بطولة واثنين وثلاثة أن أنا مش جاي مثلا فرحان أنا لابست شرت نادي الزمالك وقاعد آه اللي هو تشبعت الفكرة أنا وصلت إلى الزمالك وخلاص لا مثلا ده ده ممكن يكون تموح لعب مثلا إن هو إيه أنا موصل إلى نادي الزمالك خلاص بقى أنا وصلت وأعدت وراح راحت لا أنا كان تموحي إن أنا في الزمالك إن أنا أخذ بطولة واثنين وثلاثة ونفس على هداف دوري ومن الزمالك هحترف برا كمان أنا كان عندي تموح أنا كل خطوة بروحها بيبقى عندي تموح إن أنا عايزة أكمل عايزة أروح في حاجة تانية أكبر خالص فالفتر ديت أنا فعلا اتظلمت ساعت أتكلمت معا طلبت إن أنا أمشي طلبت إن أنا أمشي آه قلت أطلع عارة ألعب بشكل رسمي عشان ربنا أكرمني ونفس على هداف الدوري تاني تمام فبصراحة لما كلمت للمستشار المرتضى فبصراحة قال لي شوف أنت عايز إيه ونعمله لك إيه كان في الوقت ده كان موجود فخرقت أعر فخرقت أعر فخرقت أعر ساعتها لم تكنينش أنت مع إنسيو خالص؟ لا مع أنا كان كابتن خالد جالك إن هو مدير القورة كان شغال معايا كان هم مدير القورة فقلت له كابتن خالد أنا دلوقتي كل ماتش ليه برا الإسكور قال لي عشان مستر إنسيو لما طلعك برا شافك زعلان وقالي بوشك فأكيد أن أنا معليش هاتحك فأكيد أنت نفسك تلعب أنت جاي هداف دوري ونفسك تلعب ونفسك تخش في المنظومة وفي نادي كبير زي نادي الزي مالك فأنت عايز تبقى لك بصمة طب أنت تضايقت عليه؟ لا مش تضايقت عليه أنا أنت طبعا حضراك لما تكون مثلا بتلعب وفي التشكيلة وتيجي تلاقي نفسك برا الإسكور فمعليش أنا الوقت ده يعني نفسيا أنا لو ما تزبطتش ما معرفش ألعب فخلاص أنا زعلته وخلاص بقى عدت كم موتش كده برا الإسكور فقالت له كابتن خالدتا بقى نعمل إيه عشان نخش الإسكور قال لي هنقعد مع مستر أنوشت أنا وأنت ونشوف الكسة هتبشي إزاي بدأت الفترة دي بقى كنت بدأت أتمرن وبتنزم على الفرق عادي بس برضو ما ألعبش ما تشاطف أنا نفسيا مش مزبوط